كتاب التمارين الوحدة الأولى اعتذار للكاتب هيسم جد أبو سعيد قاص وروائي سوري الآن في هذه المرة اليوم بالتحديد أنا واثق من أنه هو لهذا اعتذرت منه كنت مراهقا بهتين الكلمتين حاولت أن أسوغ رسمت على وجه أقصى حالات الحزن ودلقت من عيني كل الندم الذي عشته سنوات منذ التقيته في المرة الأولى كان يصغرني بعشر سنوات وكنت أكبره بشقاوة المراهقين وبشعور عارم بالفقر وبالظلم ما زلت أذكر التفاصيل البردة وحذائي المستعمل الضيق لكنني نسيت وجه ذلك الصبي تقدم مني عارضا يبيعني من علبة علكة يحملها تقدم بخجل وبكثير من الضعف والحزن على وجهه متكلما بصوت لم أسمعه همست له أن يكرر ما قال اشتري مني أجبر عني أرجوك فأنا مريض ويتيم نسيت وجهه لكنني أذكر كنزته الصوفية الباهتة ويديه المرتجفتين بردا هزست رأسي ثانية وأنا أنحني وأقرب أذني من وجهه وقد جال في خاطري لماذا اخترتني أنا لتعرض بضاعتك علي؟ ألم ينبئك مظهري عن إفلاسي؟ أم ضعفك انجذب إلى ضعفي وفقرك اهتدى إلى فقري لتجدني أحاول الاستقواء عليك؟ ربما لأنني لم أجد أضعف منك في هذا الشارع المتأهب للإطاحة بالضعفاء اقترب من أذني وأعاد كلماته بصوته الواهن أشرت إلى أذني لم أسمع ارفع صوتك لربما انبثق في صدره أمل بأن أشتري شيئا فكرر المحاولة في رفع الصوت ها قد بدأ ارتجالي ينجح وجدت من أستطيع إرغامه على ما لا يريد لن أكون المنصاع الوحيد دوما تذكرت ما جرى بالأمس وقبله في سوق الحزبة في عز الظهر أمام محلات تجارة الخضار وانتظاري قدوم سيارة الخضار المحملة وتحفزي لاعتلاء الشوالات والصناديق مع أربعة ممن يساوونني في السن صراخ السائق وشتائمه لننزل جميعا باستثناء واحد دون أن يحدد من يريد كأنه يترك لقوانا أن تحدد كي يحظى بالأقوى والأنشط لإنزال البضاعة فأنزل مع خيبتي لانتظار سيارة أخرى ومعركة أخرى قد لا أفوز فيها أيضا تكررت إشارتي لذاك الصغير ليستجيب برفع صوته في كل مرة دون أن يتخلى عن إطراقة التذلل محاولا الاقتراب من أذني ومحاولتي رؤية عينيه اللتين رحتا تقدحان شررا فصرخ بأعلى صوت اشتري مني فانفجرت ضاحكا أهذا الصوت كله من طفل مريض يتيم؟ لكن ضحكتي لم تدم طويلا فقد صفعني ذهوله جحوذ عينيه خيبته إن مح الشارع والعالم من حيز إدراكي ليبقى ذاك الطفل وحده سينقض علي سيشتمني سيطلب عون المشردين أمثاله ليته فعل لقد أطاح العلبة كأنما شلت أصابعه وانفجر باكيا وولى فارا متعثرا بالبسطات دون أن يخمد صوت بكائه في أذني منذ أكثر من أربعين عاما بحثت عنه ولشهور طويلة أردت الاطمئنان على شفاء عينيه مما ألحقته بهما من ذهول ودموع أن أعتذر منه أن أعترف له أننا متشابهان لكنني لم أجده قط وظللنا متشابهين لم يعتذر لنا أحد عن كل ما تسبب فيه لنا لم أنسه وظللت أبحث عنه وكأنه بعد هذه السنين ظل طفلا دون أن يكبر ويخيل إلي أنني أراه في وجوه المرة وأود أن أبوح له كنت مراهقا ولأذكره بتلك الحادثة مراقبا شفتيه لعلي أفهم ما يقوله بعدما صرت ودون تهريج عاجزا عن السمع هذه المرة ترجمة نانسي قنقر